وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين لعليان أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين بداية موقع المونيتور الأمريكي يقول إن البرلمان العراقي ربما يحل نفسه لا أي مدى ترى أن هذه الأحزاب المتكالبة على السلطة والتي تتصارع فيما بينها على المناصب والمنافع التي تأتي بعد حصولهم على تلك المناصب في حكومة علاوي والحكومات التي سبقتها يمكن أن تفقد مقاعدها في البرلمان يسعد نساكم وسام مشاهديكم الكرام حياك الله أنا لا أعتقد أن البرلمان سيذهب بهذا الاتجاه لأن جل البرلمانيين ليسوا أكثر من أدوات في تنظيمات وأحزاب وتيارات وكتل هي التي تقرر مستقبل البلد منذ ستة عشر عاما سبعة عشر عاما مضت وبالتالي كل الأعضاء البرلمان ينتمون لنخب فاسدة وأحزاب فاسدة هي التي تقرر وزعيم الكتلة هو الأساس في هذا الموضوع والكتلة الممسكة بالعراق اليوم ممسكة بمليارات الدولارات ممسكة بإرادة أو تتحكم بها إرادات في الجوار وفي الوضع الدولي لا أعتقد أن أحدا منهم سيرهب بهذا الخيار يعني أنت هل وجدت أحدا ينسحب من البرلمان أو يستقيل من البرلمان تضامنا مع التظاهرات طوال فترة الخمسة أشهر الماضية طيب يعني الحديث عن حل البرلمان يأخذنا أيضا إلى موضوع شراء المناصب ومن ثم مقاعد البرلمان هل تتوقع أن يقبل نائب دفع ملايين الدولارات لكي يتحصل على مقعد في هذا البرلمان أن يتخلى عنه وفقا لحديث المونيتور لا يعني هذا هذه بديهية أكيد لن يتخلى عنه البرلمان لن يحل نفسه سيحل رغما عن أنه سيحل في الشارع يعني البرلمان في حال واحده سيحل لما الجماهير لما المتظاهرين تخرج للشارع وتفرض إرادتها على هذا البرلمان وتشكل هي الحكومة المؤقتة اليوم في يعني استعصاء في حل المشكلة في العراق اليوم الشارع واصل إلى مرحلة يعني من المراوحة والسكون كما الحكومة واصلة إلى مرحلة لا إرادة في اتخاذ أي شيء إلا الإمساك بالسلطة وبالتالي على التظاهرات أن تطرح مشروع السياسي المتكامل يعني اليوم الحديث عن تجزئة المشكلة وإزاحة فلان وعلان هذه أمور لن تؤتي بنتائج سريعة وإيجابية لصالح العراق واستقراره واستعادته يعني المظاهرات اليوم يجب أن تبحث عن حلول بشكل مختلف وبالتالي تجزئة هذه الحلول أعتقد أنه لن يكون فيه مصحة المتظاهرين طيب القيادة في تحالف القوى الزياد الجنابي يقول أن العملية السياسية في العراق هي عبارة عن مسرحية إلى أي مدى تتوافق مع حديث الجنابي وهل تتقاسم الأحزاب والكتل الأدوار في تلك المسرحية ومن ثم كانت استقالة علاوي جزء من هذه المسرحية يعني هم أدرى بشؤونهم هي مسرحية بالنسبة لنا هي مسرحية يعني منذ بدأت واليوم يكتشفونها بعد 17 عاما هم هؤلاء كذابون أيضا يعني اتحاد القوى هو ليس أقل شوءا من باقي التحالفات هو الأسوأ وهو يعني يلعب دورا في استكمال تدمير البلد يعني ليست هناك أي كتلة أو قوة أو تكتل ما فيه من تدمير العراق البعض اليوم يحاول أن يهرول ويقفز من المركب يدعي أنه يحاول الإصلاح يدعي طبيعي الصفحته لكنهم كلهم في السوق واحد حاكم الزامري خرج ليقول أن هناك خمسة مراشحين تدفعهم قوة سياسية بارزة لخلافة عادل عبد المهدي هل تعتقد أن شارع سيقبل بتلك الوجوه مرة أخرى خصوصا أن هذه الأسماء التي ذكرها الزامري قد طلحت في وقت سابق على سؤالك الأول الذي سألته أنه هل سيحل البرلمان نفسه هل ستخرج هذه القوى بحل أنا أعتقد أن هذا المشهد أن هذه القوى الممسكة بالسلطة اليوم عقيمة وليس لديها حلول وليس هناك مجال إلا أن يكنسها الشارع من ألفها إلى يائها هذا هو الحل الوحيد للعراق بخلاف ذلك سنبقى ننزف يمينا وشمالا بلا طائل يعني لا أحد يراهم على إمكانية أن تجد هذه الحكومة حلا الفاسد لا يبني وطن الفاسد لا يدافع عن الوطن الفاسد لا يتنظر لكن ما الغاية من إعادة ترشيح مثلا أسعد العيداني أو فالح الفياض أو قصي السهيل مرة أخرى بعد فشل محمد توفيق علاوي خصوصا أن الشعب ما زال يرفض هذه الأسماق يعني جملة وتفصيل هم لا يريدون أن يأتمنوا أي أحد وطني لأنه روسهم في المقصلة هم لا يريدون أن يأتمنوا إلا واحد من الإصابة إصابة الفاسد كيف يأتمنون أحدا ويسلمون صلاحيات واسعة ويحظى بدعم من الشارع ليقوم بعملية اقتلاحهم من السلطة طيب ميليشيا حزب الله تهدد بما وصفته إشعال العراق إذا تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي إلى المنصب يعني كمراقب كيف تقرؤون مثل هذه التصريحات يعني أنا يعني يحظنني أن أسمع كل هذه التفاصيل في هذا العراق المبتلى يعني أنت تتهم اليوم مدير مخابرات أنه عميل أمريكي وقبل ذلك اتهمت آخرين تقابروا مع أمريكا هل من أحد تم محاسبته على أساس القانون وعلى أساس القضاء لماذا لا تحيظهم للقضاء إذا أنت جاد ثم هذه الاتهامات في العراق يعني شيء مألوف اليوم أنت تتهم جهة أو شخص بالعمال للولايات المتحدة ما الولايات المتحدة كلها هي من أنشأت النظام السياسي من أقصاه إلى أقصاه كلهم منتج من منتجات الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا حديث عبث ولا قيمة يعني ولا تعول عليه يعني ولا ينظر إليه نعم كان معنا من عمال عبر الهاتف الكاتب السياسي الأستاذ حسين العليان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر